معنا جو تابت من واشنطن سأبدأ معك جو هل تضحت الصورة بشكل كامل الآن حول العملية الأمريكية وما إذا كانت ستستمر أو أن هذه الجولة الأولى انتهت ربما اليوم هي ستستمر طبعا سيكون هناك جولات قصف ستكون بشكل أو بآخر متواصلة هذا ما يؤكده مسؤولون هنا في وزارة الدفاع الأمريكية اللافت في هذه الحملة يوسف هي استخدام مجموعة من الأسلحة التي في الواقع لم نرى استخدامها من قبل على سبيل المثال القاذفات النووية من نوع بي وان بومبر والتي تم استخدامها فلنعطي بعض المعلومات حيالة طبيعة هذه القاذفات أو لماذا تم انتقاء أو اختيار هذا النوع من القاذفات في عمليات القصف معلوم أنها قادرة على اختراق مستودعات في عمق الأرض في باطن الأرض أيضا معلوم بإمكانها الإفلات من أي صواريخ اعتراضية أو أي تشويش إذن هي جدا متطورة طبعا حتى هذه الساعة كما ذكرنا في وقت سابق تم استهداف أكثر من 85 هدفا في كل من سوريا والعراق المعلومات تتحدث وفق بيان القيادة الوسطى عن استهداف مراكز للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس حتى أيضا مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أكد بأنه تم استهداف قياديين في الحرس الثوري الإيراني طبعا نحن ما زلنا في بدايات هذه الحملة والتي يمكن أن يتسع أو تتسع رقعتها في الساعات المقبلة لتشمل مناطق وربما دولا خارج الساحتين العراقية والسورية خارج الساحتين العراقية والسورية هذا سيعني ربما اتساع ساحة الرد وربما التصعيد هل هناك أي مؤشرات لأنه في تصريحات بأنه لن يكون هناك مساس بإيران لكن هل هناك مؤشرات على أنه ممكن أن يشمل الرد حتى أدرع أخرى في اليمن مثلا أو في مناطق أخرى أما ما زالت الأمور غير واضحة والبنتاجون يتكتم الأمور واضحة يوسف وهذا سؤال جدا جدا مهم أولا دعني أشرح للمشاهدين آلية الانخراط العسكري هناك حملة محددة الأهداف واشنطن تريد تنفيذها فقط من دون أن يتسع أو أن تتسع رقعتها لكن في حال حصل تصعيد أو انزلاق فإنه يمكن على سبيل المثال وفقا من المعلومات التي حصلت عليها من البنتاجون يمكن فيما لو تدخل الجانب الإيراني أو رد الإيرانيون على ما يحصل ربما يتم استهداف سفن حربية إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني أنا أقول ربما في حال راحت الأمور إلى مزيد من الانزلاق أيضا فيما يتعلق بما أشرت إليه يوسف عن احتمالية اتساع الرقع إلى دول ثالثة هذا أمر تأكدت منه من مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية أنه سيحصل لكن ليس اليوم ربما سيحصل غدا وعن الأرجح أن يكون الحوثيون هم الهدف اللاحق لذلك نحن أمام مروحة قد تكبر أو قد تتسع لكن فيما يتعلق بالجولة الأولى كما ذكرت فلنبقى في الساحتين العراقية والسورية من الأفضل نتابع بالطبع الأخبار وفق ما تأتينا به جو ثابت من واشنطن